السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم أحمد المولد اليوم هنتكلم عن طبعاً تكلمنا عن مبادئ المبادئ الأربعة في تثبيت أو تجهيز نظام السابر للاستخدام اليوم راح نشوفها in action راح نشوفها داخل النظام راح أوريكم الشاشة راح نشوفها في النظام وراح نشوفها بشكل فعلي ولكن طبعاً مرة أخرى just a recap أو مراجعة مرة أخرى الأربعة مبادئ اللي هي واحد الهيكلة اثنين البيانات الأساسية ثلاثة اللي هي العمليات زي ما نشايفين في الشاشة أربعة اللي هي التقارير ولكن قبل ما نبدأ ونتكلم وأوريكم الشاشة في الـ SAP أبغى طبعاً مو كلكم محاسبين مو كل الموجودين عندهم خبرة في المحاسبة أو في المالية أبغى أشرح لكم مبدأ جداً جداً بسيط مبدأ جداً جداً بسيط في المحاسبة كل العمليات الحسابية في عالم المحاسبة والمالية عندك مبدأ اين؟ اثنين اللي هو بيقول لك إنه هذه هي معاملة حسابية المبدأ الأول أي حاجة في الشركة أي حاجة في الشركة بتعملها بتأثر على مالية الشركة لازم يتكون في معاملة محاسبية أو عملية حسابية في النظام أي حاجة بتأثر على مالية الشركة يعني أموال داخلة أو أموال خارجة هذه على الطول لازم تسجل كعملية حسابية أو عملية مالية في النظام المبدأ الثاني ينسميه هو قيد المزدوج القيد المزدوج إنه كل عملية حسابية وكل عملية محاسبية يكون لها طرفين لها طرفين طرف بيعطي الطرف الثاني بيأخذ مثلاً أنت بتدفع مثلاً فاتورة الشركة بتدفع فاتورة مثلاً للمورد المبلغ بيخرج من الشركة علشان كده اللي بيعطي اللي هو الشركة واللي بيأخذ اللي هو المورد أو المورد دايماً يكون في طرفين دايماً في العملية الحسابية في طرفين طرف يمين طرف يسار هو بنسميه قيد المزدوج في الأخير الطرفين هذي لازم تساوى علشان كده يكون في بالانس الطرفين هذي بتساوى المبلغ المعطى يساوي المبلغ المأخوذ هذه هي مبدئين أبغى فعلا تكون لك أنت ملتاح فيها ولكن مبدئين بسيطة ما فيها أي تعقيد زي ما أنت شايفها اللي هو أي حاجة لها تأثير مالي على الشركة هذا لازم يسجل في النظام أو لازم يسجل في الكتب المحاسبية في الشركة الشيء الثاني اللي هو لكل عملية مالية تعتبر قيد مزدوج معناه أنه له طرفين طرف بيأخذ طرف بيعطي الطرفين هذي لازم تساوي الطرفين هذي لازم تساوي طيب الآن نقدر نتكلم عن مثالنا مثالنا اليوم اللي راح نتكلم عنه اللي هو الشركة بتدفع 3500 دولار اللي هو العجار الشركة تبقى تسجل هذا العملية تبقى تسجلها فين في الـ SAP أو تبقى تسجلها في النظام نبقى نشوف حنا إيش الأشياء اللي تحتاجها من هيكلة من Master Data اللي هي البيانات الأساسية من عمليات ومن تقارير هذا الشيء راح نشوفه الآن في النظام ولكن قبل ما أبدأ اللي هو لو قلنا أول حاجة في الهيكلة عندنا راح نسوي حاجة اسمها Company Code ما راح نتكلم بالتفصيل إيش هو الـ Company Code ولكن راح نشوف في النظام كيف نسوي الـ Company Code وكيف الموضوع بسيط جدا إنه يتعمل في النظام أوكي بعد ما نعمل الـ Company Code طبعا هذا ليس اللي هو الشيء الوحيد من الهيكل اللي تنعمل ولكن هذا مثال على جزء من أجزاء الهيكل اللي راح نعمله وهو اللي هو الـ Company Code رمز الشركة ولكن دائما بنقول اللي هو الـ Company Code طيب بعدين هذا بيساعدنا على بناء أو على تكوين أو إنشاء بيان أساسي البيان الأساسي اللي راح نستخدمه أو راح نكونه اسمه General Ledger Account اللي هو حساب للأستاذ العام General Ledger Account أو حساب للأستاذ العام هذا بيساعدنا من غير البيان الأساسي ما أقدر أسوي العملية ولكن بعد ما يكون إنه عندي حساب حسابات حساب يأخذ حساب يعطي يكون إيش أقدر أسوي العملية العملية اللي راح نسويها اللي هو قيد يدوي قيد يدوي اللي هو Manual GL Entry هذا العملية راح نسويها وفي الأخير راح نسحب تغرير تغرير إما التغرير اللي راح نسحب اليوم اللي هو GL Line Item Display اللي هو تغرير تفصيلي تغرير تفصيلي للحساب طيب قابل من نروح ونشوف الشاشة تحذير أو اللي هو إيش عشان الجميع التاح عشان جات أسئلة كثير هل نحتاج لغة اللغة مهمة ما تحتاج لغة إنجليزية علشان تكون النظام ولكن لازم يكون لازم يكون عندك إيش لازم تقدر تستوعب اللي هو إيه إنه عنده مصطلحات تفهمها بالإنجليزي أنا راح أتكلم معكم بالعرب طول الوقت ولكن المصطلحات اللي بالإنجليزي راح أقول لكم هي وراح أعرب لكم هي وراح أشرح لكم هي ولكن الشاشات أحيانا تكون بالإنجليزي لما تبني البرنامج أوكي لما تبني البرنامج أحيانا الشاشات تكون بالإنجليزي عشان كنت لازم يكون عندك ارتياحية إرتياحية وقابلية إنك إنت حتفهم أو حتتعامل مع اللغة الإنجليزية ولكن ما تحتاج اللغة كلغة اللغة الإنجليزية طيب بعد هذا كله الآن رح نقدر نتكلم عن إيش نتكلم عن المثال خلينا نجيب النظام رح أجيب النظام و رح أسوي أول حاجة اللي هي هيكلة ووريكم قد إيه سهلة إنه نقدر نسوي شركة ووريكم دور الشركة في إيش في تكوين البيان الأساسي Let's go خلينا نسويه خلينا نبدأ إسم المستخدم وال Password طيب الآن هذي أول صفحة بشوفها لما أدخل للنظام طيب زي ما قلنا نبغى الآن نروح على الـ Company Code نبغى نروح على إيش إنشاء Company Code اللي هو Configuration عشان أنشاء الـ Company Code عندي T-Code اللي هو OX02 أحط الرقم هذا في الشاشة هنا بيوديني على إيش إنشاء الـ Company Code عشان ننشاء الـ Company Code أضغط اللي هو إنشاء جديد New Entries على الزر هذا إنشاء جديد أدخل الـ Company Code اللي أبغاها على سبيل المثال HM1 أدخل اسم الشركة على سبيل المثال أبغى سمي الشركة Hancock المدينة مثلاً أبقول اللي هو مدينة هيوستن، أي مدينة تبغى تحطها الدولة بحط اللي هو الـ US اللي هو أمريكا، ولكن هل تحط أي دولة تختار من الموجود بعدين بحط اللي هو هذا هو رقم العملة، الـ currency معناها عملة اللغة خليها فاضية طيب، أضغط على الزر هذا علشان أكمل عملية الإدخال هنا بقول إن هي شركة، أحط اسمها لو أبغى أحط اسمها، أبغى أقول اسمها اسمها Hancock Limited تحط معلومات للعنوان لو تبغى تحط معلومات للعنوان، ولكن خلينا أحط معلومات للعنوان أحط العنوان هنا، أحط العنوان بالكامل، يعني هذا مو إجباري، اللي عليه علامة الصح هو الإجباري أحط هنا الدولة، المقاطعة، ما أبغى أكمل كل المعلومات ولكن بالعادة الشركة بتكمل كل المعلومات اللي تحتاجها فالأخير أضغط علامة الصح، بعد ما أضغط علامة الصح أو check mark اللي هو أضغط أيش، أخزن هنا النظام بيطلب مني بيأكد لي التخزين، لو تلاحظ في الأسفل هنا بيقول لي data was safe معناها أنه تخزنت بشكل سليم، طيب كذا إحنا سوينا خطوة من خطوات الهيكلة، ولكن الهيكلة مو بس تكون خطوة واحدة، تكون مثلا ممكن عشرة خطوات على حسب الشيء اللي انت بتعمله مثلا إذا في الـ GL ممكن عشرة خطوات أو خمستاشر خطوة على حسب الشيء اللي انت بتعمله ولكن أنا عملت كل الخطوات في الـ background الآن نبغى نسوي خطوة من خطوات إيش اللي هو إنشاء حساب عام، حساب عام، إستاذ عام نبغى نسوي إنشاء حساب اللي هو GL Account عشان نسوي الـ GL Account عندي إيش تي كود اللي هو FS00 طبعا لا تحفظ التي كود تماما، التي كود ما حد يحفظها أوكي ولكن مع الاستخدام انت حتحفظها، هذا مو هدفنا اليوم طيب أول حاجة بيسألك إياها النظام، أول حاجة بيسألك النظام هنا إيش رقم الحساب، إيش هو الـ GL Accounts اللي تبغى تدخله أو تبغى تحطه هنا أنا على سبيل المثال أبغى أحط اللي هو 1250 هذا رقم الحساب اللي أبغى إيش اللي أبغى دخله أو أبغى أنشيه، أبغى كونه 1250 بعدين بيسألك إيش هو الـ Company Code إنت لو ما كان عندك Company Code في الـ Configuration ما رح تقدر تكون حساب علشان كده قلنا البيانات الأساسية في لها مطلبات المطلبات اللي هي الـ Configuration لازم يكونوا نتعمل الآن نيبغى ندخل الشركة، أنا هذي الشركة اللي كونتها أول اللي هي AHM1 بعدين نحط إنشاء أو Create طبعا هذي كلها Configuration، أنا رح أختار إنه هو هذا أصول هنا هذا حساب الكاش مثلا، حساب الكاش، كاش أكاونت إحنا قلنا نبغى ندفع إيش؟ نبغى ندفع 2500 من حساب الكاش عندنا المين؟ اللي هو الحساب المصروف، الحساب المصروف، اللي هو حساب إيش؟ الأجار، مصروف الأجار كاش أكاونت، أوكي؟ طبعا بكمل كل الخانات اللي يحتاجها علشان إيش؟ علشان نكون البيانة الأساسية، أو المصروف الأجار طبعا الهدف اليوم مو نعرف كل خانة في البيانة الأساسية، رح ندرس كل خانة في البيانة الأساسية رح ندرس كل configuration، ولكن الآن بس أبريكم مثال طيب كله الآن كوننا الحساب، زي ما يقول زي ما انتا شايفينه في اليسار اللي هو data saved 1250 حساب 1250 كونناه اللي هو حساب الكاش 1250 الآن أبغى أسوي نفس الشيء بس اللهم 4250 أبكون حساب آخر 4250، بحط هنا 4250 وبحط هنا إنشاء وبشكل جدا سريع اللي هو الإيش نختار إيش النوع هذا حساب مصروف، هنا بندخل اللي هو إيش rent rent expense, rent expense accounting اللي هو حساب إيش؟ حساب حق اللي هو الأجار طبعا ممكن تكتب بالعربي لو تحتاج تكتب بالعربي ندخل المعلومات الأساسية اللي يحتاجها البيان الأساسي كل بيان الأساسي يختلف، إيش المعلومات الأساسية؟ طيب الآن كوننا حساب، سوينا العملية الثانية اللي هو الإيش إنشاء البيان الأساسي اللي هي العملية، عملية القيادة اليدوي أو المانول GL document عشان نعملها في T-code اللي هو FB50 طعا ما يحتاج تحفظ T-codes، ما يحتاج تحفظ T-code هذي ولكن كل اللي نحتاج ندخل اللي هو ندخل التاريخ، تاريخ العملية اللي هو May 1 على سبيل المثال وندخل الحساب، إحنا قلنا العملية هي عبارة عن دفع إيش دفع الأجار اللي هو استخدام الكاش، حساب الكاش من حساب الكاش إلى حساب إيش؟ حساب المصروف طبعا هنا ندخل زي ما أقول لك هنا يطلب منك الGL account زي ما أنت شايف عشان تدخل العملية يطلب منك إيش الماستر data اللي أنت عملتها، إيش البيان الأساسي اللي أنت عملته طلب منك اللي هو الحساب، قلنا حساب اللي هو من حساب الكاش 1250 إلى 4250 اللي هو حساب إيش؟ حساب المصروف، طبعا هنا اللي بنتحكم من إلى الكريدت هنا بنقول إيش؟ المبلغ بيخرج من حساب الكاش، بيروح لفين لحساب المصروف اللي هو 3500 هالي 3500 طبعا بكل بساطة، قبل ما أخزن بس أبقى أوريكم إيش الأشياء اللي دخلناها زي ما أنت ملاحظ معايا، أول حاجة عشان تعملها عشان تعمل العملية السيستم طلب منك إيش؟ طلب منك إيش؟ طلب منك الحساب، طلب منك البيان الأساسي دخلنا البيان الأساسي، دخلنا المعلومات اللي هو يحتاج العملية اللي هو في هذا المثال، اللي هو يحتاج المبلغ ويحتاج من إلى من إلى اللي هو debit or credit، راح نتكلم عنها إن شاء الله في النهاية طيب، فلخير نخزن، زي ما أنت شايف الآن يقولك إنه العملية تمت بنجاح وهذا رقم الـ document أو هذا رقم العملية، طيب، الآن نبقى نشوف تقرير، على سبيل المثال أنت الآن تبقى تشوف كل المصريف اللي عليش مصريف الأجار، إحنا الآن نسوين عملية واحدة مصريف أجار ولكن الآن تبقى تشوف كل مصريف الأجار، تبقى تشوف كل مصريف الأجار، تبقى تسوي تقرير على line item display، تبقى تشوف التقرير التفصيلي لحساب حق الأجار، إحنا قلنا الحساب الأجار اللي هو إيش 4250، طيب عشان أروح أشوف التقرير اللي هو عندنا FAGLL03، طبعا ما يحتاج تحفظ تي كود نهائي، ما يحتاج تحفظ تي كود نهائي، كل اللي يحتاج تدخله اللي هو إيش رقم الحساب حق المصروف، وفالأخير أضغط إيش علامة الساعة اللي هو إكمال، زي ما انتا شايفينه بيقول إنه في 3500 على هذا الحساب زي ما شفنا، شفنا الآن الأربع عمليات كمثال، ولكن الهدف النمو أنك تعرف كل التفاصيل الآن، ولكن في المستقبل حنتكلم على كل خطوة، على كل field، على كل حاجة نحتاجها، ولكن بشكل جدا بسيط علشان تعمل setup في النظام، علشان تفعل النظام ضمن الـ SAP للمستخدمين إنه ما يقدر يستخدموه، لازم بتسوي configuration كمية الـ configuration تختلف من إيش؟ من وحدة إلى وحدة ولكن لازم بيكون فيه configuration على سبيل المثال، الـ configuration اللي هو رمز الشركة أو الـ company code الشيء الثاني، لازم بيكون فيه بيانات أساسية، من غير الـ configuration ما رح تقدر تسوي بيانات أساسية زي ما لاحظنا إنه إحنا سوينا الـ company code، من غير الـ company code ما رح نقدر نسوي حساب GL أوكي؟ بعد ما يكون عندك حساب GL، تقدر أخيراً هتقدر تسوي عملية حسابية أو عملية في النظام ما رح تقدر تسوي عملية في النظام اللازم يكون عندك cash master data، بيانات أساسية زي حساب GL زي ما لاحظنا لما إحنا سوينا القايدة الإدوي، ما قدرنا نكمل إلا ما نحطينا رقم الـ GL وفي الأخير من غير عمليات ما رح يكون فيه عندك تقرير، قبل شوية شفنا التقرير موجود علشان إيش؟ علشان سوينا اللي هو العملية اللي قبلها. طبعاً هذا هي كله بساطة، أنا طبعاً اليوم مرة أخرى ما بغى تعمق في التفاصيل، حنتكلم على كل خطوة ولكن هذا بس مثال علشان يوريك أهمية المبادئ اللي هو الهيكلة بيانات الأساسية العمليات التقارير. طيب الآن إحنا نتكلم على الواجب، الواجب جداً بسيط زي ما شفنا إحنا في العملية الحسابية، دائماً في العملية الحسابية إحنا قلنا عند الطرفين، وزي ما شفتوا لما إحنا سوينا عملية الأجار، دفع الأجار اللي هو كان من إلى debit credit، طبعاً بكل بساطة حطت لكم إياها هنا، يعني لو كنت أنت محاسب ممتاز، لو كانت تعرف المحاسبة تعرف إيش معنى مدينة ودائن ممتاز، بس لو ما تعرف أبغاك الآن تسوي جوجل وتعرف الحسابات، أول حاجة عندك أربعة، عندك خمسة أنواع من أنواع الحسابات، الأصول اللي هو الـ assets، عندك الالتزامات اللي هو الـ liability، الحقوق الملكية اللي هو الـ equity، equity، الإيرادات اللي هو الـ revenue أو الـ income، المصرفات اللي هو الـ expense، عندك خمسة أنواع حسابات، هذه الحسابات مقسم فيها دائن ومدين، الأصول، إذا زودنا الأصول حيكون مدين، ولكن إذا زودنا الأصول بالإنجليزي نسميه debit، أبغاك تفهمها بالعربي ولكن فوق هذا كله أبغاك تعرفها بالإنجليزي، إنفهمها بالعربي ولكن أبغاك تعرف إيش معنى debit، إيش معنى credit، إيش معنى credit، حطت لكم مياه هنا، ولكن أبغاك تسوي بحث، ولما تعرف الجواب، يريد تكتب لي الجواب في الـ comment، يريد تكتب لي الجواب في الـ comment، يعطيكم العافية ولكن قبل ما أسيبكم اليوم، قبل ما أسيبكم اليوم، أنا فعلاً أحتاج دعمكم، وأحتاج دعمكم عشان أقدر أكمل، وأكمل اللي هو الـ 50 أو الـ 60 ساة حق البرنامج، ولكن ما راح نقدر نكمل إلا من إيش، إنكم كلكم تدعموني يا شباب، علشان كده أبغا إنكم تسووني لايك على الفيديو هذا، وأبغاكم تكتبوني الـ comments تحت، تكتبوني الـ comments أو تكتبوني التعليق، ولازم لازم تسوي الـ subscribe علشان بتجيك للتحديث في الإيش، التحديث في الدورة، يعطيكم ألف عهد يا شباب، ومرة أخرى أخوكم أحمد المولد، إن شاء الله شوفكم بحث. اشتركوا في القناة